اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في فقرة الصحافة الدولية البداية مع تغطية الصحف العالمية للشأن المصري حيث اهتمت عدد من الجرائد الامريكية بدراسة لمعهد واشنطن الدراسات حول ملف الحريات في مصر حيث انه في الوقت الذي اعتمدت فيه حكومة السيسي برنامج اصلاح اقتصادي طموح خلال العام الماضي استمرت حقوق الانسان في التدهور وعلى الرغم من هذا العجزية المتنامي في الحريات سعت واشنطن للحفاظ على علاقات جيدة مع القاهرة بما في ذلك الافراج عن 195 مليون دولار من التوميل العسكري المجمد وللمضي قدما كما يجب على ادارة ترامب ان توازن بين هذه المصالح المتنافسة في علاقتها المعقدة مع القاهرة وما الذي يريده المصريون بالفعل من الولايات المتحدة لمنخشة هذه الاسئلة يستضيف معهد واشنطن منتدى السياسة مع باراك بارفي وميشيل دون ذلك خلال بث مباشر عبر موقع المعهد الالكتروني يوم الاربعاء المقبل الـ 31 من اكتوبر ايضا في الشأن المصري قال موقع المونيتور ان اعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ حذر وزير الخارجية مايك بومبيو من ان التنازل الامريكي الاخير للسماح للمساعدات العسكرية لمصر يمكن اعتباره تصديقا على انتهاكات حقوق الانسان في رسالة حصلت عليها المونيتور قال النواب كريس كونز وباتريك ليهي وجيف ميركي وكريس هولين لوزير الخارجية بومبيو انهم خاب املهم بسبب قراره في اغسطس بالتنازل عن شروط الحقوق المرتبطة من نحو 200 مليون دولار من المساعدات الامريكية للأسلحة لمصر وهم قلقون من ان ترى مصر تنازل وزارة الخارجية بختم مطاطي لقامع الحريات المدنية بما في ذلك قانون جديد يزيد من تقييد نشاط المنظمات غير الحكومية وحول تدورات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ذكرت صحيفة ذا نيويوركر انه يمكن القول بان احتفاظ ولي العهد السعودي بالسلطة في خطر ومهما يحدث له سيكون له تدعيات طويلة الامد على المملكة بحسب مقال نشرته الصحيفة الامريكية كما ذكرت في تقرير لها ان هناك اربع سيناريوهات لمصير ولي العهد السعودي الاول هو هدوء حدة الغضب الدولي في نهاية المطاف وبقى ابن سلمان وليا للعهد مع احكام قبضته على مستقبل المملكة واستشهدت الصحيفة بقول الامير تركي الفيصل ان الناس الذين يعتقدون ان هناك اي تغيير في الخلافة هم على خطأ كلما زاد نقضى الاجانب على ولي العهد ازدادت شعبيته في المملكة الثاني هو تعين ولي عهد جديد بديلا لابن سلمان اذ ان هناك سوابخ لاستبدال ولي العهد في عهد الملك سلمان وقالت الصحيفة انه ربما يكون والاطاحة بعرش ولي العهد ممكنة لكنها ليست محتملة حتى الان فالملك سلمان لن يستطيع اتخاذ قرار بالاطاحة بابنه المفضل خاصة بعد اصابته بالخرف الثالث بقى ابن سلمان وليا للعهد مع اضعاف قبضته على السلطة من خلال تعين امراء اخرين لتولي بعض من مناصبه الحالية اما الرابع استهدافه جسديا مثل ما حدث مع عمه فيصل لكن هذا السيناريو هو الاقل احتمالا لما له من عواقب وخيمة على مستقبل المملكة بصفة خاصة ومنطقة الخليج ومعظم دول العالم بصفة عامة من جانبها قال الصحيفة الگارديان انه بعد نحو اربعة اسابيع من اختفاء خاشغجي لا يبدو ان الامر يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل ولي عهد المملكة في العرش لكن من الواضح ان نفوذه سيتقلص فيما ابرزت مجلة بوليتيكو تصريحات السيناتور رانبول التي قال فيها انه لن يدعى السعودية تفلت من العقاب بعد مقتل الصحفي جمال خاشغجي في تركيا من قبل عملاء مرتبطين بالحكومة السعودية قال السيناتور الجمهوري اول امس السبت انه عازم على اجبار الكونغرس على اجراء تصويت اخرى لمنع المليارات من بيع الاسلحة للمملكة الاوتقراطية ولن يقبل بالعقوبات المستهدفة سعية للاستفادة من المشاعر العامة السلبية المحيطة بقتل خاشغجي بدورها استعرضت دويتش فيلا تصريحات وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس بعد حديثه مع وزير الخارجية السعودي التي دعا فيها لتحقيق كامل من قبل السعوديين في مقتل خاشغجي وقال ماتيس ان قتل خاشغجي يقود استقرار الشرق الاوسط وان واشنطن ستتخذ اجراءات اضافية ضد المسؤولين عن ذلك وقال موقع سوشيال ووركر ان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشغجي سيؤدي الى تسليط الضوء على وحشية النظام السعودي